واتفاقية الوحدة، فإلى المجد، إلى العزة، إلى الخلوج، إلى الشموق، إلى السموق الذكرى التاسعة والعشرون لالتئام شطرية اليمن والتقاء التاريخ مع المصلحة والحاجة في دولة ومشروع واحد الثاني والعشرون من مايو لعام 1990 يوم رضوخ النظامين الحاكمين في شطرية البلاد للإرادة الشعبية وتحقيق حلم اليمنيين بدولة يمنية واحدة على نهج ثورتي سبتمبر وأكتوبر دشن عهد الوحدة بالتعددية السياسية والانفتاح السياسي والاقتصادي وبدى وكأن اليمنيون يعيشون أزهى أيامهم كانت الآمل كبيرة والأحلام بعهد جديد تتعظم فيما كانت كل المؤشرات تؤكد صوابية الخيار وعظمة المنجز لم يعمر الفرح طويلة إذ سرعان ما عادت أطماع النخبة الحاكمة وانقساماتها لتحفر حول أساسات المشروع الكبير في الطريق إلى انهياره جاءت حرب صيف 94 لتمثل ضربة قاصمة للوحدة ولليمن الكبير ثم أعقبتها سياسات نظام الصالح لتجعل الفكرة التي ناضل اليمنيون من أجلها وتغنوا بها لعقود تتحول إلى جريمة في نظر البعض سياسة الإقصاء والاستبعاد بالإضافة إلى انسداد أفق الشراكة والتبادل السلمي الذي انتجته ممارسات نظام صالح كل ذلك أجل باندلاع الحراك السلمي الجنوبي في العام 2007 للمطالبة بإصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب 94 إلا أن صالح لم يكن يصغي لأحد وقتها وهو يهندس مشروعه الخاص بتوريث سلطته لأبنائه بعد أن قسم كل مصالح البلاد بين أفراد عائلته ومقربيه اليوم وبعد مرور 29 عاما على إعلان الوحدة ماذا تبقى من ذلك الحلم المتعثر يدفع هذه بمشروع اليمن الاتحادي كصيغة بديلة للوحدة اليمنية تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني وتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة إلا أن الحرب القائمة وآثارها تبدو الآن وقد عصفت بها أو غيرت بعض ملاميحها على الأقل بعد انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب وصلت الميليشيا إلى عدن لتتدخل دول التحالف وتتغير المؤطيات وخارطة المصالح السياسية على الأرض يعزز الحوثيون وجودهم على الحدود الشطرية فيما تعمل دول التحالف على دعم وتمكين الكيانات العسكرية والسياسية الانفصالية في المناطق الجنوبية في مشهد يبدو كأنه ليس عودة إلى عهد الشطرين فحسب بل إلى مرحلة ما قبل الثورة والتحرر الوطني بأشكالها ومسمياتها والقوى التي تمثلها فماذا تبقى من الوحدة اليمنية وماذا تبقى من تراث خمسين عاما من النضال الوطني في سبيلها ترجمة نانسي قنقر